عشان كده خد قرار نقطة الرابعة القرار بعديه إصرار واستمرار يعني إصرار واستمرار في سفر ميخة الإصاع السابع آية 8 لا تشماتي بي عدواتي لأنه إن سقطت أقوم إن جلست في الظلمة الرب نوره ليه يعني إيه؟ يعني خليك دايما نفسك طويل الشيطان نفسه طويل قوي لو أنت نفسك قصير بدون ما تقصد هتمشي في سكة الهلاك خلي بالك لا تشماتي بي عدوات أنا عايز أقول لكم الفرق واحد بيقوم يعترف ويقرب من ربنا وأول ما يقع يقوم على طول وأول ما يقع يقوم على طول هتليه طالع لفوق ولا نازل لتحت طالع لفوق ده بيسمون نموه في الحياة الروحية وفي واحد يقوم وأول ما يعترف ويتوب يقع يقول لك هسيب نفسي بقى السنة الجاية إن شاء الله رو هعترف في المؤتمر بتاع السنة الجاية يعني يقوم يعني يقول لك إن شاء الله في أسبوع الألام هعترف سنين تلاقي نازل لتحت رغم إن الاتنين بيطلعوا وينزلوا لكن اللي بيقوم بسرعة واللي فاهم إنه ما ينفعش يقعد في الخطية وبيحاول يقدم توبة وزي ما قلنا بيحاول يراجع خطيته المحببة عشان يتكلم فيها مع أب اعترافه ويصلي ربنا إنه يحميه منها ويقف قدام ربنا ويعتذر يقول لك وحدك أخطأت والحقيقة والنقطة الثالثة يبقى فاهم كويس قوي إنه محتاج ياخد قرار يبعد عن جو الخطية إذا هيعمل ده في كل مرة هنوصل بنعمة ربنا النتائج كويسة لإنه الذي يصبر إلى المنتهى هذا يخلص آخر نقطة